موسيقى يعني شيخ ودي لو تذكر لي قصة يعني انت حين لك سنوات طويلة في الدعوة لله عز وجل مع غير المسلمين ومع المسلمين ياريت لو تذكر لنا مثلا أغرب قصة مرة تلك قصة كذي في بالك ما تقدر تنساها هذا أغرب شي مرة أغرب فيها حالات كثيرة من الأسلم بفضل عز وجل لكن أذكر أنا كنت مقيم في دبي وأنا مدرس تربية إسلامية في مدرسة هناك وأنا راجع للبيت يوم الخميس اتصرت بي إمرأة سويدية وقالت أنا كنت في المول فتعرفت لإمرأة مسلمة فكنت أسأل أسأل الإسلام فأفضل لك أن تكلم شيخ مكاردي أنا لا أعرف من هذه المرأة ولا كيف عندها رقم تليفوني مهما أعطت رقم رقمي للإمرأة هذه فاتصلت بي وإندي أسئلة تسأل ممكن نص ساعة طولتها دخلت البيت وأهلي تقول أني عرفت كلمة واحدة سويدي وشيالي على الأجل حاصلة فأنا قلت لها أني عندي محاضرة في مركز اللي جاء لي يوم الخميس كان في الإيل في دبي يعني تعالي أحضر المحاضرة وبعد المحاضرة نجلس فجلست معنا بعد المحاضرة والزوجتي كانت معي والمديرة المركز كانت معنا كذلك المشكلة وجدنا في المرأة هذه قرأت لكن قرأت زيادة زيادة قرأت كل جانب الإسلام حتى تدخلت في المسائل الفقهية فقالت لي أنا عندي مشكلة في التعدد كل الناس عندهم مشكلة حتى المسلمات تقولون مشكلة ما تشيل هم هذه ما يمنعك من دخول في الإسلام فهي قلت لا التعدد كان المقتنع بها أنا قلت بسم الله فقالت أنا قرأت أنا وصلت بالإيمان طيب واش المشكلة قالت أنا قرأت في كلام الفقهاء شوية لا انتقلت في الفقه أنه ذاكر لو التزوج لا يجب عليه أن يقبل زوجته الأولى و هذا صراحة نحي كيف أنا وكون متزوج كون الزوج يتزوج علي ما يندي مشكلة هذا الشرع هي تقول كذا غير المسلمة لكن كونه ما يقبلني ما يتحمل هذا فأنا قلت هذا الصحي بعض الفقهاء لكن أنا قلت أنا شخصيا لا أرى هذا هذا أنا أنا حصلي حالات يعني عندما تكتشف المرأة في مشاكلين بيّنت لها أن هذا الأفضل وهذا لا ينبغي بيّنت لها كل شي لكن ما اقتنعت ما اقتنعت بدخول بالإسلام بسبب هذا يا بنت يعني أنت مقتنعا 110% بالإسلام كل شيء مقتنعا إلا النقطة هذه ما يمنعك عن المبادئ أركان الإسلام الشهادة كلها مقتنعة بيها إلا هذا رفضت جلست معها ساعة ساعتين رفضت النقطة هذه ما ممكن نزيل من رأسها المهم بعد أسبوعين اتصرت بي مرة أخرى قانا فكرت في كلامك يا شيخ وكلامك صح مفروض هذا ما يمنعني أنا أظن أني سأدخل في الإسلام لكنني أجلت معك مرة ثانية بسم الآن ونفس الخميسة عندي محاضرة في نفس المركز تعالي فجات هي مديرة المركز زوجتي معي وجات امرأة فلبينية من أخوات المسلمات هي مسلمة جديدة تأثرت بصاحبتها كاتولوكية مصرانية وهي متأثرة بالإسلام لكن كذلك عندها أسئلة تريد توضيحات تريد أن تجس معي كذلك فنحن نكون أنا جالس هنا عندك الفلبينية مع صديق ده هنا عندك زويتي كانت جنبي ومديرة المركز وسويدية فبدأت تتكلم قليل مقتنع الحمد لله أسلمت دخل في الإسلام بفضل العزوجي نتقى الشهادة دخل في الإسلام مديرة المركز ما ملكة نفسها بدأت شوية تبكي بدأت هي تتأثر بدأت تبكي فلعندك اثنتين زوجتي بدأت تأثر بدأت تبكي بدأت الفلبينية المسلمية تتأثر بدأت تبكي جاءت تسأل الإسلام هي متأثرة بالجو بدأت تبكي أنا الوحيد ما يبكي ولا أبسك نفسي لا أبكي ما أبكي أو أكون الرجل القوي ماذا أفعل كلهم كلهن يبكي ناس يبكين سبحان الله فكان اللي جاءت تسأل الإسلام ما شافت الجو الإيماني ودخول الإسلام وكيف تأثر الناس بالبكاء هي قال خلاص هذا الممكن أنتم محتاج ولا أسئلة اللي كان عندي خلاص أنا أصلا عارف ما يكفي الإسلام أنا أريد ندخل في الإسلام الآن فنطق بشهات الفلبينية دخل في الإسلام وصارت البكاء أكثر الحمد لله كان جو يعني جو عجيب جدا قصة كانت عجيبة الجو الإيماني والتأثر بالبكاء يعني بعد الدخول بالإسلام صح سبحان الله يعني دائما نحن نلاحظ اللي يسلمون وهو ينطق الشهاتين يتأثر يعني يتأثر يتأثر حتى يعني بعضهم يقول يقول كأن سبحان الله و أنا أنطق كأن ومش المياه اللي يخرج لا يخرج الهم الهموم تخرج فيشعر بسعادة تكون غامرة جدا وفي شيء يعني في الاجتماعي أنا أتكر أنما كنت أذهب لأدخل في الإسلام هناك خطأ متشعن للناس بالمناسبة يقول أنا لازم أجيب واحد مقتنع بإسلام لازم أعتي للمركز الإسلام هتو يعني الإسلام أو لازم أعتي أمام شهود هذا ما هو صحيح يعني الإنسان المقتنع أنت تتكلمه أنا هو مقتنع من الإسلام ألا أنطقش هذا الآن فورا خلص أدخل في الإسلام بعدين تعال في المساء المركز الإسلامي تعال للمسجد أعلن إسلامك هذا ما في أشكال المهم الآخر أنا كنت تعرفت الإسلام منه في أمريكا عندما أنا قرأت الإسلام وقتنعت هو قال تعال المركز الإسلامي نفس الخطأ لي يحصل للناس أخي ممكن أموت في الطريق ممكن هذه النقطة أي ما تعرف ما هذا يحصل أو يصرفني سارف محل خلص مادم هو جاهز يعني يدخل في الإسلام بعدين أنت تاتي به المركز أو المسجد يشهر الإسلام هذا جيد ما في أشكال يعني ينطقش هذا مرة الثانية لكن إنما هو قال لي هذا كنت أقول لك أنا أشهد أنت قلت في هموم لكن هاته في خوف الكلمات هذه كيف سأنطقها يعني أنا أنا كلما أدخل أتعلم اللغة الإسبانية أفشل في المدرسة أنا ما ما كنت يعني ما عندي أحاسب إلى ستة الآن وأقف ما أعرف اللغة الإسبانية جيدا فالآن أتكلم باللغة العربية أنطق هذه الشهادة أقول دي ما هاتك خليه بقول بإنجليزي بس أقول لا تفهم بالإنجليزي لكن لازم تقول بالعربي وأنا أقول لا ما يمكن أصلا يستقيم أيشي الكلام هذا أشهده كيف أقول أصلا ما ينطق ما يستقيم على لساني لكن أول ما قلته يقول زي العسل بكل سهولة أنطق بشهادة وهمتلا جال لسان أهي همدلله فضل عز وجل وفعلا تجي براحة وتجي هين يبكون مو شرط من التأثل سبحان الله يعني شكرا